موسيقى أهلا بكم عزائي المشاهدين ولقاء جديد مع ما وراء الأحداث وما زلنا بنكرر الجملة اللي نحن بنكررها منذ فترة أن ما زالت الأحداث متلاحقة الأحداث متلاحقة مش بس على مستوى مصر على مستوى سوريا على مستوى ليبيا على مستوى الوطن العربي كله لكن الحقيقة اليومين دول كمان فيه كلام كتير على سوريا وهناك توقعات بأنه يتم تدخل دولي زي ما حصل في ليبيا فدي طبعا حاجة الحقيقة يمكن كتير بيستقبلوها في منهم بالاستنقار وفي منهم بالترحاب والحقيقة كان من آخر الأخبار خلينا برضو بسرعة كده نقول أخبار سريعة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للتعليق من العاهل السعودي على المواضيع بتاعت سوريا في البداية كده علشان بعد كده ندخل لأخبارنا في مصر لأنه فيه كتير أخبار كتير جدا جدا على مستوى الشأن القبطي كمان بالتحديد فنتمنى أن نحن نلحق في حلقتنا معاكم النهاردة نقول لكم أكتر الأخبار اللي موجودة على السحة بالنسبة لسوريا الحقيقة وكان ظهر بيان القي على قناة العربية من العاهل السعودي الحقيقة وكان الحقيقة مضمون هذا البيان أو إحنا هنعرض برضو زي ما نطقوه أو زي ما قالوا البيان ده من خلال قناة العربية لكن الخبر اللي كان منشور في كل الصحف العاهل السعودي يدعو لوقف القتل في سوريا ويسحب سفيره للتشاور من نقلا على الرويترز دعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنهاء إراقة الدماء في سوريا يوم الأحد وقال أنه سحب السفير السعودي من دمشق وقال العاهل السعودي في بيان تولي على القناة التلفزيون العربية إن ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية وأضاف أنه يتعين على سوريا إقاف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان وطرح وتفعيل السلحات لا تغلفها الوعود بل يحققها الواقع ومضى يقول أن المستقبل سوريا بين خيارين لا ثالثة لهم إما أن تختار بإرادتها الحكمة أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضيع وإحنا مجهزين لحضراتكم التقرير اللي كان أودليا من قناة العربية وموزيع قناة العربية بيقول هذا البيان أو بيقول هذا التقرير وطبعا هنشوف برضو ردود الفعل بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للبلاد العربية إيه على البيان ده لو جاهز ممكن نشوفه مع حضراتكم ده تقرير آخر من بي بي سي ممكن نشوفه وبعدين نشوف كمان بتاع العربية نشوفه مع بعض يومئذ في بيروت عهدا جديدا بين بلديهما العاهل السعودي نفسه تدخل بقوة في الأحداث التي تشهدها سوريا ويواجهها نظام الرئيس بشار الأسد مشاهدين الكرام جاءنا البيان التالي وجه خادم الحرمين الشريفين بيان على شاشة التلفزيون السعودي وجهه الملك عبد الله ليس إلى الرئيس السوري ولكن على حد ما جاء في البيان إلى الأشقاء في سوريا مؤكدا أن الرياض لا تقبل ما يجري هناك محذرا من أن هذه الأحداث بحسب البيان قد تؤدي بالبلاد إلى أعماق الفوضى والضياع ما لم تحكم العقل قبل فوات الأوان هو إذن فاصل جديد من فصول الضغط على نظام الرئيس السوري إقليميا ودوليا سبقه بيومين تقريبا بيان لمجلس التعاون الخليجي لم يختلف جوجله كثيرا عما جاء في بيان الملك السعودي دعوة إلى وقف العنف مع تحذير من توابعه ومن هنا أيضا مقر الجامعة العربية خرج هذا الرجل الأمين العام الجديد نبيل العربي ليعرب عما سماه قلقا متزايدا حيال الأوضاع السورية مواقف ربما لا تجد آذانا صاغية هنا في العاصمة السورية بل ربما تواجه بالتحدي فلقاءات وزير الخارجية التركي هناك يوم الثلاثاء ستشهد بحسب بوثين شعبان مستشارة الرئيس السوري ستشهد توجيه كلمات قوية له بسبب مواقف تركية من الأحداث التي كان آخرها تحذير من رئيس الوزراء التركي أن صبر بلاده بدأ ينفد مواقف قد يعتبرها البعض مؤثرة وضغطة وقد يعتبرها آخرون إبراء للذمة ولكن المهم أن هؤلاء المتظاهرين في شوارع المدن السورية لا يعتبرونها كافية ولعلى الأسماء التي أطلقوها وأيام تظاهراتهم من جمعة صمتكم يقتلنا إلى جمعة الله معنا تعبر بشكل بليغ عن عدم رضاهم هذا أشرف سعد بي بي سي ده كان تقرير من قناة البي بي سي على البيان اللي كان قدلي على قناة العربية وكمان الحقيقة أنه كان هناك يعني من الدول العربية الأخرى كان هناك تعليقات والخبر بيقول الكويت والبحرين تقطفيان خطوة السعودية وتستدعيان سفيرة يهامة لدى سوريا للتشاور ده اللي حصل من الدول العربية أنهم كمان ابتدوا يستدعوا السفراء بتاعهم من الدول العربية الأخرى وبدأوا ياخدوا نفس الموقف بتاع السعودية أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السلم الصباح أن بلاده استدعت سفيرها لدى سوريا مضيفا أن وزارة خارجية دول الخليج العربي سيجتمعون قريبا لمناقشة الوضع في سوريا وتابع أنه كان فيه برلمان للصحفيين تابع وقال أنه جار استدعاء السفير للتشاور وجاء الإعلان الكويتي بعد أقل من يوم من استدعاء السعودية لسفيرها لدى دمشق وشك بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز استخدام سوريا للقوة لقمع الاحتجاجات المندلعة في سوريا منذ خمسة شهور وأيضا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد الخليفة قال أن البحرين كمان استدعت سفيرها لدى سوريا أيضا للتشاور وكمان في رويترز الخبر ده كان من صحيفة اسمها الدولية لكن هو انتشر في كل حتة نقلا عن رويترز كمان أمريكا ترحب بالتنديد العربي بسوريا قالت وزيرة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أنها سعدت بخطوات الإدانة العربية للسوريا وصفة إياها بأنها علامة أخرى على شعور المجتمع الدولي بالإشمئزاز من الأفعال التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد وجاء تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر بعد أن حزت الكويت والبحرين حزو السعودية واستدعت سفيريهما من سوريا أن من سوريا التي تواصل حملة مسلحة بدأت قبل خمسة أشهر لصحق الاحتجاجات ضد حكم أسرة الأسد المستمر منذ 41 عاما وزي ما بنقول بيقولوا برضو بيفصلوا تاني في الخبر بتاع رويترز أن السعودية وكل اللي حصل وكمان الكويت والبحرين والمتحدث من الولايات المتحدث قال أن الولايات المتحدة تعتقد أنها بدأت ترى الضغط الدولي الذي يتزايد على سوريا التي سبق أن أفلتت من الانتقاد العربي إلى حد بعيد احنا ممكن برضو علشان نسمع اللي تقال بالزبط إيه على القناة العربية ونشوف كمان ردود أفعال تانية على فكرة طبعا في القناة السورية كاثرين بيشجبوا هذا التدخل العربي والدولي وكتير جدا رفضين هذا الأمر وبيقولوا أنه من حق سوريا أن هي تدافع عن شعوبها ضد الإرهاب وبرضو بينقلوا كتير جدا من الوقفات اللي بتؤيد الرئيس بشار وأيضا كمان زياراته الميدانية لمماكن كتير ومنها زيارته للمصابين من زباط الشرطة السورية في المستشفيات وأيضا نقلوا النهاردة برضو تشريع جناز حوالي 6 من زباط الشرطة اللي قتلوا أيضا يعني الحقيقة زي ما بقول حضراتكم احنا بنحاول نعرض الصورة من هنا والصورة من هنا لكن كمان على المستوى المصري برضو في ناس بتشجب هذا التدخل وأنه طبعا الحقيقة محدش مبسوط أن حال سوريا يبقى فيه تدخل للحلف الأطلسي أيضا في سوريا ويبقى زي ليبيا ويحدث أيضا كثير من القتلى فالحقيقة طبعا يعني علامات استفهام كثيرة وإيه مدى تدخل السعودية أو البيان ده بالنسبة للسعودية هل ده يعتبر بداية أو يعني نوع من أنواع الاستعداد أيضا كمان لأنه تكون فيه دولة إسلامية على مستوى الشرق الأوسط وبدأ تهوب التدخل في ليبيا وبدأت دلوقتي سوريا والأحداث اللي بتحصل في مصر لا أحد يعلم لكن نسمع مع بعض البيان كما أرقيا في قناة العربية بعد مرور شهر ونصف على إلقائه هذا الخطاب وحديثه عن مسيرة الإصلاح ومشاريعه يعود الرئيس السوري بشار الأسد ليواجه موجة جديدة من الضغط الدبلوماسي الدولي بعد فترة الصمت امتدت منذ خطابه الأخي واستمرت حتى الأسبوع الماضي فيما يمكن تسميتها بفترة اختبار لنواي الرئيس في تطبيق ما وعدبه لكن يبدو أن صوت مدافع الدبابات في حما غطت على أي حديث عن الإصلاح وأثارت كما قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو الشك حول وجود نية حقيقية لدى دمشق بالإصلاح والحوار في إطار الموجة الجديدة التي يبدو أنها ستكون أقوى من سابقاتها قال البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما الذي وعد بالعمل على زيادة عزل الرئيس الأسد اتفق مع المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ساركوزي على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لزيادة الضغط على دمشق يأتي هذا بالتوازي مع تصريح صحفي لوزير الخارجية الألماني جيدو فاسترفالي يقول فيه أن المستقبل السياسي للرئيس الأسد قد انتهى ما يزيد هذه المرة هو امتداد إطار الضغط ليشمل الحلفاء الروس والأمم المتحدة والدول العربية أشكال الضغط الدبلوماسي قد تتنوع وتتصعب من سحب السفير للتشاور كما فعلت إيطاليا إلى إعلان الرئيس باراك أوباما سقوط الشرعية عن الرئيس الأسد كما تخمن مصادر في واشنطن التقت مع المعارضة السورية من جانبها أكدت دمشق على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم أن مسيرة الإصلاح مستمرة وأن انتخابات البرلمان الجديد ستجرى قبل نهاية العام الحالي على الرغم من موقف المعارضة الذي وصفه بالسلبي لعدم مشاركة أطياف منها في الحوار الوطني فهل يسمع وليد المعلم صوته للمجتمع الدولي أم أن صوت دبابات الجيش السوري ستكون أعلى زي ما احنا سمعنا هو ده الحقيقة تعليق على البيان برضو للدول العربية والدول الأجنبية ومنها أمريكا وإيطاليا وكل أعتقد أنه يعني ممكن علشان نلحق وقتنا النهاردة هو كان واضح ملخص البيان زي ما قلنا اللي كان أوركيا في هذه القناة على لسان العالي السعودي أنه هو بيحذر وأنه في نفس الوقت هذا التحذير بيحمل معاني كثيرة ممكن نحاول نتطرق لتحاليل أخرى وأنا بدعو برضو زي ما قلت أي حد من شعب سوريا الحبيب لو حابب أنه يعلق على الأحداث دي أو لو أي حد لي تعليق أيضا على التدخل السعودي في الشأن السوري بنرحب بحضراتكم أن أنتوا تكلمونا وتليفوناتنا بتظهر دايما على الشاشة لكن إحنا عايزين ننتقل دلوقتي للموضوع بتاع نزلة فرجالة قرية نزلة فرجالة في المينيا والأحداث الأخيرة والاشتباكات اللي حصلت والأحداث المؤسفة وكانت جيتها أنه توفى شخص وهيقول لنا واحد من هناك من القرية شاهد عيان الأحداث كانت ليه وإيه اللي حصل ووصلت لأي دلوقتي بنرحب بحضرتك معنا شاهد عيان من قرية نزلة فرجالة أهلا بحضرتك معنا أيوه إحنا سمعين حضرتك أهلا بيك أهلا بيك يا فندم معلش حكي لنا برضو من الأول الأحداث إيه؟ يعني إيه اللي تسبب في إصارة المشكلة دي يا فندم؟ هل سببها كان فيه كلام بيقول مطبس ناعي هل ده السبب ولا كان أو أنه حد دس بتروسيكل دس على رجل حد يعني قلنا الصح إيه؟ أهلا كان فيه واحد نعدي في البلد فتجريبا خبط على السياس لقد حصلت مسكلة بمثلين شهر عليهم طب الواحد ده كان طرف مسلم وطرف مسيحي يعني طرفين بس بعد شوية حضرتك قلبة الفناء يعني سمجمهم عشان يتعدي عليهم في البلد أي فإحنا كلنا شهرون وقفنا بالحوث عادي جدا يعني كيف أردعني؟ سامع حضرتك كامل يعني فأحنا قفنا بنحوث عادي جدا نفضلنا الخلاءة حصلت يعني حصلت خلاءة دنيا يعني الضباء بين اللي هي موسيم ومسيحي أكتبك حصلت عارقة داندة جدا 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 حصلت بللن أنه نفيد كانت فيه أي شسائق فأي خد يعني التعاورات بفئة كنة تتعاورت من ليلة يعني مستعارات بسيطة فيها مستعارات الموارسة الموضوع انتهى مبارح أول مدائس على أنه خلاص حطرت الموارسة الخناءة وخلصت وعادلة بسيطة العالين لكل واحد حليلية وخلصت وفوضت بها كله كان فيه فراطة أمني يعني مش عارف مش عايزة أقولي مطالس التابع لما كانش فيه أمني ده في بداية الأحداث مش كده يعني أنتو الأحداث بدأت يوم السبت نقدر نقول مساءً ولا إيه بدأت إيه مع الثلاثة بدأت إيه مع الثلاثة سبعة يوم السبت ولا الحد السبت بدأت الخناءة تجريباً مع ساعة 9.30 وعشر من دي وفي الفترة دي ما كانش فيه أي تواجد أمني خالص فالفترة دي كان يجي حدودت الكلمة يعني لها وكده كانت يعني حدود بسيطة يعني مفيش يعني عدد ما تذكر طيب واستمرت بقى واشتعلت حضرتك الخبر الأخبار اللي بتقول إن فيه اشتعل بيوت منازل ست منازل وطبعاً إنه حضرتك بتحكي لي من الأول كده هنوصل مع بعض الامبارح بقى إلا حصلت فضل حضرتك بلدنا متحوطة من كل القرى اللي حوارتة القرى اللي هي أنتوا أغلبية مسيحية في القرية دي حضرتك القرية دي أغلبيتها مسيحيين مظبوط القرى المحيطة زي قرية الحوارتة بيقال في الخبر أن في أهالي قرية الحوارتة اللي أغلبها مسلمين بدأتوا تلاقي القرية محاطة من السكان اللي حواليكم بكل القرى اللي حوالينا تجيزت أحنا بلعرفش بأنه بلد بلد كل القرى اللي حوالينا كانت جلبنا متحوطة من كل محيطة تمام اتفت كل مدخل من البلد كانت فينا كانت فينا مزق السياح ودر الدمار وإحنا واضحين فهم لا فيك أي حاجة مثل الأمن اللي كانت قادر يدخل يدهم كانت فيه أمن وكانت فيه جيز بس البيت واقف أنه هما مش قادر مش عادر يدخل منهم ونتج عن التجمهر ده بقى جايبين أسلاحة درب النار بقى والحرق كان في الوقت ده وقت يعني يعتبر بالأمس يعني مبارح الحد درب النار كانت في آخرين مع الساعة واحدة كده درب النار كانت على طول لكن الحرق كانت فيه خالف تمام وبعد كميلي تفضل حضرتك تمام ماهر نصيف توبيا ماهر نصيف توبيا الاسم مظبوط كده عنده كم سنة يا فند كم سنة عنده حوالي يعني حاجة 49-49-50 سنة تمام كميلي بقى زي هم مدخلوش البند هم مدخلوش البند كل اللي حصل ده كانت البيت اللي على الأطراف البيت اللي شوفت بيتهم لكننا البند نفسها هم مدخلها فمهر نفسهم لكن كان فيهم محوطين البند كلها طبعا وإرهاب وكل شبيب لأن كان في برض وغر وكده نحن كن نتنين وحن عايزين نتخاني ولا عايزين أي حاجة نحن عايزين حاجة نحن حاجة حاجة نفرسيش حالة الرعب لأنا سمعت طبعا إحنا للأسف معلش مبارح ما كانش عندنا حلقة هوا لكن سمعت من مرسلنا ومن ناس كتير في القاهرة مدى الاستغاثات اللي انتوا شعب منكوا كتير بيقوم بيها في الفترة الاشتباكات وفترة الناس ما كانت محوطة القرية طبعا يعني نعرف يعني نقدر نقول ساعات من الروع بفعلا عشتوها في الوقت ده نعم حضرتك نحن نحن نستني نحن نستني حلاص نحن نستني حلاص قلت العيزي فيه استخد فيه تبقيني كل واحد سينة كان عنده سلام داخلي وماتيش أي حاجة لكن دلوقتي الحمد لله بإجراء تحرين هم تجريبا بيعنون خلص والجمد أنا مستطر رجل دا ما تيش أي حاجة تمام الأمن ابتدى يدخل إمتى يعني هل دلوقتي يعني حضرتك بتقولي كمان الحرائق بدأت بالليل إمبارا الآن وقت بنادقة المشكلة وهو موجود دا في موجود دا أعداد قليلة إزاي تمكنوا من أن هم يحرقوا البيوت ويقعدوا يضربوا نار في وجود الأمن حضرتك يعني حضرتك لهم معهم أسرح حزندا وكده أحنا طبعا الضرب والبار والسرندا كل أحنا وعندما حاجة وبيت دي في نفس بيوتهم مضطرفة وكده فما فيت حاجة بخش بيها عن نفسك فالخلاص تحتاجي إذن لكن فوت الآن طبعا هيعمل إيه دا مش تجمع المشكلة عدد إليه دا كانت أعداد مهولة وهم وكان في إيدي يعني الحاجة هما إدم 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 دخول إدم دخلت عدوية واحدة ومبرع وقفة بقفة كنيسة وف لكن لحد إذن تدخل سويا سويا لحد لحد إيد فض كان معنا بس مقطع فيديو حضرتك من الكنيسة كان المقطع اللي موجود دا ممكن نعرضه تاني دلوقتي مكتوب عنه إن دا كان في الوقت يعني في الوقت في الأول وكان بيبين الكنيسة والناس بتدرب طوب أمام الكنيسة هل دا مين اللي كان بيدرب طوب دلوقتي دا قدام الكنيسة والطوب هم تصور يعني واضح إنه القرية عندكم يعني السبت ولا الحد يوم السبت ولا الحد يعني الفيديو دا تحديف الطوب دا وهنا في أمن أهو بتدى يجي عند الكنيسة أو يمكن دا الأمن اللي هو متواجد فعلا عند الكنيسة يعني أصلا ولا إيه حد ربك الأمن وصل وعين عين يعني سبت بيكم الطوب دفن من الاستغلاج دي النوم يعني يعني كان النوم هو الطوب قسر حد دي ودي أمن عين كل دا أخذ الحد دو خلاص لكن الدولار في المشكلة كانت مبارحة طيب تمام يعني اللي هي حصل فيها قتل ميهر طوبية دا كان مبارح واللي حصل فيها اشتعال البيوت دا كان مبارح والنهار دا الوضع ان انتو بتحاولوا في دلوقتي محاولة لجلسة صلح وارفية على أساس ايه طيب جلسة الصلح دي عند حضرتك فكرة كل سألنا كل سألنا كل سألنا احنا لما كنا بيوت في القوات قمي لنا كانت حاج جاي خلينا احنا مكننش خفين على نفسنا خفين معنا أطفال معنا لدي حاج دي تقوم في قاعد في قاعد في قاعد فأحنا نحنش ندور على ان نحن نعيش تمام يعني انت ملاحظ انه كان استغسطوا بالأمن ويجي المشكلة هنا حضرتك جيمة يعني هي دي اكتر مشكلة حضرتك عايز نقول نعرضها للمشاهدين ونقول للمسؤولين في الشرطة ان ليه الأمن جيمة أمن الموجود حضرتك ما كان شدي الشرطة عادية بس ما كانتش قادرين يعملوا حاج الأمن ماسك عصايا والناس اللي كانوا محوطنكم كانوا معاهم أسلحة ودرع المكافحة تمام فده طبعا حضرتك شايف انه مكانش كفاية وانه المفترض انه كان يبقى فيه قوات أمن كافية علشان كانت تلحق القرية من الحريق ومن انه يتوفى هذا الشهيد الأستاذ مهر طبعا يعني بنعزي أسرته ربنا معاكم أنا بس عايز أشوف فيه كان خسائر في الكنيسة يعني إزازة قصر حاجات كده ولا نشكر ربنا يعني حاجات بسيطة كام شباك طيب دلوقتي هل فيه سكان من القرية مشوا سابوا القرية ولا كلكم موجودين في بيوتكم سكان مشوا يعني خافوا على أولادهم وزوجاتهم يعني معاكم ستات حضرتك خاف على ستات بتاعتهم والأولاد السهارين فأخات أولادهم وداهم مكان يعني أستاذ أمير فخري أستاذ أمير فخري من مركز الكلمة لحقوق الإنسان وهو بنرحب بحضرتك أستاذ أمير أهلا بيك يا فاندم أنا عارف أن حضرتك متابع الأخبار دي ويمكن كان من أوائل الناس اللي نقلت هذه الأحداث ربنا ربنا يخلي 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 أي شيء بالفضل فممكن حضرتك ما عرفش سمعت تشاهد العين اللي كان معنا لو حضرتك تحب تضيف للأحداث أشياء أخرى ومن وجهة نظر حضرتك كأول حد فعلا نقدر نقول رصد هذه الأحداث ستفضل أستاذ أمير داعي داني من القرى المجاورة بيقول رحي نجاه في سبيل الله هل الأمن ما عندوش المعلومات الكافية إن هو يقدر يمنع الجهات دوت اللي هو بيروح الناس مظلومة يعني حضرتك ده إحنا بنحمل المسؤولية كلها للأمن أستاذ أمير في نقطة بس هنا أنا كنت سمعتها وعايز أتأكد من صحتها من حضرتك بيقال إن في حد حرق جامع هناك وبدأت الإشاعة أدينا تفاصيل الموضوعات إشتلحة إشتلحة من الإخوة المسلمين بيقولوا إن المسيحين حجموا على المسجد اللي تنزل الفرجالله ولبوا ستها تجيوا وبصال للتراويح وراحوا ضربوا السكات الهناك وحرجوا الجامع حرجوا المسجد الدول هل في جامعة حرق؟ يعني ما فيش جامعة حرق؟ ما فيش أي جامعة حرق وما فيش جرأة عند الناس ديت إننا تعمل كده وإحنا أصلا ما عندناش مش مسموح لنا حتى في الدين عندنا إننا نحن نعمل كده طيب ده السبب ده السبب اللي خلاهم بقى القرى المحيطة شعارات مجاهد في سبيل الله علشان سمعوا إن في جامعة حرق آه ده السبب وبعدين في تبيت اللي النية جاب لها بيوم برضو في تبيت في ناكمة باية النية إن النهاردة بعد الفطار أو بعد صلاوات الترويح إننا نعمل كده طيب ليه ليه يعني ليه ليه أنت بلوقت نحن بنحمل الأمن المسؤولية ونحمل وزير الداخلية كمان يعني يا وزير الداخلية أنت فيه من الأجبار في ناس بيقال برضو من دمن الحاجات اللي سمعناها إن كان فيه خرجوا من الجامع بأسلحة بعد صلاة الترويح خرجوا بأسلحة وخرجوا بكل أنواع الأسلحة والمساحيين جاهدين في بيتهم مرحانهم والأيسة لهم بقوة وجاهدين مرعبين وجاب لها بالليلة اللي هي كانت الجمعة بالليل كانوا بحاول كان المساحيين متبينين الكنيسة خايفين برضو من الرجوم دوة البربار اللي هو بتاع زمان أيام الالطهادات أيام هذا الوقت يعني إحنا كأجباط حتنحيين حبيب العدل طراحا إحنا 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 كده تبهدلنا الثور دي معمتناش حياته الثور دي ضمرتنا في مصر يعني إحنا كأجباط متنحيين في مصر إحنا تضمرنا طب ثانية واحدة معلش أستاذ أمير إشباعنا حبيب العدلي يعني حبيب العدلي في عهده حصلت حاجات كتيرة معلش والشكل اللي هو محمود واجد محمود واجد دي فعلا سهلا رجل هيقضى على بقى الطاجة دي واللي هلك اللي حاص بص إحنا مش عايزين إحنا مش نقول أسماء لأن كل واحد من الأسماء دي يعني محمود واجد ملحقش يعود لكن حبيب العدلي بالتحديد أستاذ أمير أستاذ أمير حبيب العدلي من كل الشعب المصري في عصره حصلت حاجات كتير جدا واتهدات وآخرها حادث الكديسين كنيسة الكديسين المكزرة فخلينا نقول أستاذ أمير ما كنتم بطريقة البشعة دي ما كنتم بطريقة البشعة لا بالطريقة البشعة إيه أستاذ أمير يعني حضرتك دلوقتي اللي بتحكي عنه دلوقتي في قرية نزلة فرجالة أبشع من حادث كنيسة الكديسين كنيسة الكديسين ما برضو ربنا زلزل زلزل تحت أجدامه في خلال اسبوع في الناس اللي هي كانت متواطئة وعملت داوت حتى لو حبيب العادل كان ليه يد في الموضوع داوت ربنا يعني في خلال اسبوعين يوم زلزل تحته وفيه وكل الناس اللي كانت متواطئة في الموضوع داوت خلينا نخرج من الجدل دا أستاذ أمير أنا بس عايزي نخرج بحاجة إحنا بنتمنى من المسؤولين عن البلد لأن البلطاجة والمجازر دي في حصلت برضو في جرجة مجازر لمسلمين إخواتنا برضو يعني اللي بيحصل دا حضرتك إحنا هنا نبقى مش هنقول أسماء إحنا عايزين يد من حديد من المجلس العسكري إنه يدي أوامر للشرطة إنه هنا في البلد كلها في كل حتة بتحصل مصيبة تمام عشان برضو نبقى ما فيك يا دكتور اليد من حديد بيت ونخوف تمام عن القرى الثانية دلوقت بيجو عارف وماشر في جميع القرى يعني فيه قرى دلوقت بقى خايفة وجهة مرعوبة طب إحنا دلوقت وفين الأمن وفين الجيش في الساعات دية في اللوقت دا يبقى دا اللي احنا بدوطلوبه وفين الأمن وفين الجيش في المواضيع اللي بتحصل دي كلها الحاجة التانية أستاذ أمير معلش أنا استوقفت عندها أنتوا فعلا الناس شافت بعنيها ناس خارجة من الجامع بقى أسلحة فيه ناس شهود عيال من جلب الكرية دلوقن فيه أسلحة خارجة من المسجد ومبيتين النية إنهما يروح يضعب المسيحيين وينهبوه ومنهبوه ومسلكاتهم الكلام دا الكلام دا قلتوا للأمن يعني دلوقتي إزاي إن بيت عبادة يعني يبقى خارجين منه بأسلحة يا دكتور أمو الأمن برضو يقول لك أنا ما شفتش أنا ما لازم الأمن أقول لك أنا ما شفتش ولكن هي أهالة قرية يعني ناس موسوك منها جالت كان فيها أسلحة وخذين بها من الجامع نفسه ورحيين وجايين يضربونا طب ليه إحنا عمل نيل دا كله طب طريقة القتل طريقة قتل الأستاذ ماهر بيقال برضو إن كانت على طريقة الشريعة الإسلامية معلش هو كان الدبح ولا طريقة القتل حضرتك كانت إزاي هو فيه ناس جالت والناس بيت اللي جالت الدبح على طريقة الشريعة الإسلامية كثير ولكن أبونا استفانوت لما أتكلم من شوية في تيفي جلادت ضرب بطوبة يعني طوبة أنا مش عادة عني ضرب بطوبة طوبة إزاي جات له في دماغه ومات يعني وسحاجة بالطوبة جات اللي دوت بإزايك جوه جوه بيته ويقول لك الدرب جوه بيته إزاي وبعدين برضو أبونا بيتكلم برضو يقول لك إن فيه صلحة نحن في منعينه الصلحة ويقول لك إن فيه صلحة حالة وهد النفوذ هنا وهناك ولكن هل يبقى فيه وفيات وناس بميتة وأصبح في الصلحة أعمل صلحة وكأنه لم يكن نفس الصلحة حتى عن بابه ونفس الصلحة حتى عطفيح ونفس الصلحة حتى عالكوش ليه كثير صلحة إيه طب ماشي هات للناس المسؤولة المحرضة والناس اللي نفذ الكلام دوت ونعمل صلح فيه برضو أخبار جات لي كمان دلوقتي من أحد شهود العيان بيقول إنه هما سمعوا إنه ماهر الأستاذ ماهر ابنه بيقول إنه تم ضربه بساطور آه آه إيه؟ أما أنه أدبح بسلاح أبيض أدبح بسلاح أبيض مش بتوبة يعني حضرتك دلوقتي بتؤكد إنه الكلام اللي منتشر في الكريا أدرب بسلاح أبيض لأن ناس كتيرة جدا نقصر من 40 و50 مصد بسلح أبيض مفيش حاجة معطوبة ولكن أبونا قطر قال في خير إنه هو بيقول كده علشان يهد النفو يهد النفو هو أبونا كان كلامه كله على جلسة الصلح وإن الدنيا هادية خالص يمكن كان كلام أبونا كله كده النهاردة آه إنه فعلا حضرتك لو تفتكري في حد سجل حمد الأن باكرول الصلع والبلد مولعة جان لموت علينا حاجة كان الأن باكرولت غضبا عنه وكان لازم يقول كده عشان يهدوا لأمور لأن كان البلد فعلا مولعة وبونا الصفانوس برضو الرجل عايز يهد البلد إحنا مزعلانين منه بجود كده ولكن كنا عظيم نظر الحقيقة للمجتمع المصر عشان يشوف إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل عشان أنا أدبح بره صار رسيلة بالطريقة اللي بيقربيت بالطريقة الفضيعة داية طب قولي أنت كان فيه قبلها بكم يوم كان فيه حادث تاني في حتة تاني مش كده ولا إيه كان فيه حاجة برضو حصلت يوم يوم أعتقد 6 أغسطس برضو عائلتين ثانية واحدة أقول الخبر دا حضرتك كان بيقال أنها بين عائلتين مسلمتين عائلة أولاد فرحات وعائلة محمد بعجر وعائلة الطية هي عائلة المقدس كمال روشدي الكلام دا كان بمنطقة المحاجر بالمنطقة الصناعية بالمانيا ايه دكتور ايه بقى أستاذ أمير الموضوع دا يعني دا موضوع تاني غير موضوع نزلت فرقال انا نتفهم دا موضوع تاني دا حصل في مطقة المحاجر بس الموضوع دا احنا بنقول إنه مش طائفة دا أمور ما بينهم وبين بعضهم كتجار أو نجب تتغفل المحاجر أو في حاجات يعني أمور مع بعضهم الخبر دا كان على الخبر دا من أقباط متحدون كاتبوا جرجس النصحة في جرجس بشرة بناء على اتصال بحضرتك فبقية الكلام بيقول إن كان فيه حد مات من عائلة فرحات وإنه فيه هاني كمال تم اختطافه فيه واحد تم اختطافه وإحنا بنحمل أمن المسؤولية بنقول لو هو مات طلع لنا الجزة بسحة عشان نتفنه ولو هو عايش يزهره لنا علشان يتجدن المحاكمة إذا كان غلطان لازم يتحاكم فإحنا دلوقتي محترين اللي احنا عارفين ومات عشان نتفن جزته ولو هو عايش علشان يتجدن لغاية دلوقتي حضرتك متابع يا أستاذ أمير يعني إحنا نقدر نقول هاني كمال اللي كان في الأحداث بتاعة المصنع ده بقى حاجة تانية اللي هي المنطقة المحاجر بالمنطقة الصناعية بالمينيا النتيجة كانت كالتالي شخص مسلم توفى وإنه هاني كمال دلوقتي أنتو مش عارفينه توفى ولا مختفي فيه لغاية دلوقتي ده اللي مش عارفين طريقه خالص لغاية الآن إلى الآن يا أستاذ أمير آه صح تمام تمام محضرتك في الخبر برضو كنتوا بتناشط قوات الأمن علشان يكشفوا عن مصير الإبطي المختطف تمام آه كده حمى المدير الأمن والمحافظة المسؤولية أنهم يكشفون عن إذا كان مات ناخد الجسة ونكفنها وإذا كان عايش يظهر ويتحاكم إذا كان هو غلطان وأخطأ يتجد أن المحاكمة ويتحاكم عادي مع حضرتك يعني إحنا دلوقتي عندنا حادثة كانت يوم السبت في قرية تانية وبدأت أحداث نزلة فارج دي برضو في المينيا يوم السبت نزلة فارجالة نزلة فارجالة في يوم السبت بدأت زي ما قال معنا شاهد العين من شوية وحضرتك بتؤكد ده برضو بدأت من السبت مساءا واستمرت لغاية الحد يعني أو الاتنين في الساعات الأولى من الصباح وأصفرت عن مقتل ماهر توبيا وأصفرت عن يعني أيضا إصارة للرعب وندقات وشعارات كانت أننا نجاهد في سبيل الله وأن القتل بيقال أنه على طريقة الشريعة الإسلامية كل دي طبعا حاجات يمكن بنترحها دلوقتي قدام المحافظ الجديد محافظ المينيا أن هناك تحدي كبير وقابليها بكم يوم كان في قرية العزيب في ساملوت وقابليها بشوية قرية قلصنا وقابليها وقابليها وكل يوم والتاني دلوقتي في المينيا بتحصل اشتباكات ويعني نقدر نقول أن فيه احتقان يعني طائفي أستاذ أمير لسه معايا معاك يا دكتور معاك إيه رأيك يعني دلوقتي فيه احتقان يعني المسألة ما كانتش تستدعي كل ده يعني الموضوع في الأول كان خناء إذا كانت تروسيكل ولا إذا كانت حاجة ليها علاقة بمطب ولا بمهور يعني آه كانت خناء عادية ما كانتش مستهلة ده كله لكن ما تنصل في النهاية الجوتس يعني موضوع قلصنا دوت كانت خناء عادية موضوع ساملوت بردو قرية العزيب بردو ساملوت موضوع ساملوت قرية العزيب يعني ليه ليه ده كله يعني موضوع نازل فرجالة دوت ده مش مستهل ده كله طب انت توجه لمحافظة المينيا الجديد بقى تقوله إيه يا سيد أمير أوجه أقوله إن إحنا محتاجين إن الأمن يكون واجف معنا وفي كل قرية يكون واجف في جميع الكورة لأن دلوقت هو ممكن يتنبعه بقرية ويصبحها مصباحة الكارية يتفقد من الصبح برضه حصل يحنا دلوقت بأول ما نصبح الصبح بنقول فينا الحاضر تتقصية مرضة في كارية نتطب ببقى حاجة حصل عندك فلان في حاجة حصل عندك فلان للوقت المفروض إن هو يتنبعه بأن فيه قرية يعني يعرف حاجة يعرف الأدمة قبل ما تحصل يقول مثلا القرية ديت يعني يكون ليه ناته إن فيه قرية يحصل تبقى كذا كذا نلحظ حد من المشكلة قبل ما يجب لي مجتم ما يجيك الأدمة قولي في حد تقبض عليه أستاذ أمير برضو قبل ما نسيب حضرتك في الأحداث الأخيرة تم القبض على أي حد بالنسبة لقرية نزلت فرجالة وجالسة الصلح دي علشان خاطر يفرج عن الطرفين مش كده برضو أشكرك أستاذ أمير جدا جدا وأنا أحسى وشعرين كلنا بالمشاعر حضرتك ومشاعر أكيد الناس كلها والنداء اللي حضرتك وجهته لمحافظ المينيا الجديد دلوقتي أمامك مهمة صعبة وتحدي كبير جدا إنه في كل قرية دلوقتي متوقع زي ما قال أستاذ أمير فخري إنه ممكن يحصل حاجة فيه احتقان طائفي في المينيا بالتحديد في كل الكرة بلا استثناء يعني لأنه كان فيه أحداث أبو أرقاص تقريبا دلوقتي مش عارفة نقول من شهرين ولا لقد إيه يعني الأحداث متتالية على مستوى المينيا من أول العدوة لغاية دير مواس يعني المينيا كلها يمكن أنا عارفة المينيا لأنها منيوية فأعتقد يعني كل كرة المينيا زي ما قال أستاذ أمير محتاجة إنه يكون فيه تعديد أمني كبير جدا دي أحداث الحقيقة المؤسفة اللي حصلت في نزلة فرجالة والنتج عنها وفاة ماهر طبيا وأيضا زي ما أنا ذكرت في النصة عزيزي المشاهدين وبرضو علشان نبقى إحنا بنعرض الكل كان فيه أحوادث كثيرة حصلت اليومين اللي فاتت لدرجة إن فيه واحد قال هو إيه جماعة وإحنا في أفغانستان ولا العراء كل يوم هنسح على مصيبة فيه قطرين دخلوا في بعض عند مطاي فيه أطر في بقوس تبع الزقزي أعتقد وقع على برضو حصل حاجة وقع على مجموعة بيوت في الطريق فيه أحداث جرجة اللي أيضا برضو زي السيناريو اللي حصل كده بالنسبة لقرية نزلت فرجالة دي حصلت برضو اشتباكات بين الناس مسلمين وبعضيهم وتقريبا دخل بلطجية وكانت الدنيا مشتعلة جدا في قرية جرجة في صهاج وبرضو بدأوا يجيبوا ناس من الكرة اللي حواليها ونتجت أيضا عن وفيات حوالي اتنين أو تلاتة من الشباب المسلمين وإصابات برضو كثيرة جدا أنا بقول للحوادث دي برضو علشان احنا نقدر نقول إن فيه حوادث طائفية وفيه حوادث بلطجة وفيه انعدام للأمن واضح كده في حتة كتير في مصر وغير كل أنا مش عايزة أقول لكم علشان من ضيقكم شي لكن كل شوية فعلا بنسمع عن مصيبة وكرسة بتحصل مش عارف إيش الفيوم حصل فيها إيه بنسوف مش عارف إيه هنا إيه هنا إيه حقيقي بجد اللي بيدخل على الأخبار بالنسبة لأخبار مصر اليومين اللي فاتوا دول سواء شبكة أخبار مصر أو المواقع التانية بتلاقي كل شوية في حادث فبنناشد الأمن إنه لازم إنه يحصل تواجد أمني علشان يقدر يتصدى للبلطجية اللي معاهم سلاح أبيض وأسلاحة وخرطوش وملطوف في الشوارع وفي كل منطقة كل يوم طبعا إحنا برضو كان من حوالي كم يوم سمعنا عن اللي حصل برضو في الموسكي تقريبا يعني الحقيقة دلوقتي معدلات الحوادث والإصابات والوفيات أصبحت كبيرة جدا والاحتقان الطائفي متواجد أيضا بشدة وخصوصا في صعيد مصر وبالتحديد المينيا نتمنى أن يكون هناك حلول في هذه الأمور هننتقل برضو الموضوع تاني ويمكن الموضوع ده الحقيقة هو نداء واستغاثة أيضا من الأستاذ نبيل سند والد مايكل سند بالرحب بحضرتك معينا أستاذ نبيل ربنا يخليك يا فندم طب مننا على مايكل وإيه آخر الأخبار وأنا عارفة أن حضرتك عندك نداء النهاردة بحجة قوية اتفضل يا أستاذ نبيل بالنسبة لمايكل نبيل سند على ما سأعلم أنا بشكر كنات القرمة بشكر مدام مولا وحيثكم عن المجهودات اللي بيجوموا بنشكرك جدا كلمنا إيه الجديد يا أستاذ نبيل حضرتك بالنسبة لمايكل نبيل سند بوقت المجلس العسكر أعلى أكثر من مرة قال أنه المحاكمات العسكرية البتكلم للمدنيين بخصوص البلطجة وبخصوص الشرجة ومايكل لا هو بلطجي ولا هو حرامي دراجل دكتور بيتري وبيدرس دراسات عليا في القانون في القانون بجامعة القهرة ويرغب العمل في العمل السياسي وقلت تومته أنه هو كتب مقال انتقب فيها بعض التجاوزات اللي حصلت من بعض عناصر من بعض عناصر القوات المسلحة هو كتبها ولا نقالها كتبها ولا تنقالها هو جمحها هو جمحها عن المنظمات الصحوطية وصحفية رفضتها ونزل عن أنه هو عمل تجميع في مقال واحد وجام الجيش والشعب مش يهيد واحدة ووضع هذه الاتهاكات اللي هي حصلت بعد ثورة 25 يناية ونتجت عنه محاكمته محاكمة عسكرية محاكمة عسكرية مايكل كان جبل كده هو راح ميدان التحديد يوم 4 فبراير حاولت المخابرات العسكرية في جبل تنحل رئيس حاولت المخابرات العسكرية منعه أن يشترك أن يروح الميدان عشان يشترك في المظاهرات لكنه رفض فتم القبض عليه وتم تلطيقه من اليدين من الخلف وتم وضع عصابة على عينيه وأحضروا سيارة خاصة بالمخابرات العسكرية وتم أخذوا في أحد معسكرات التعذيب التابعة للقوات المسلحة وتم تعذيبه لمدة 48 ساعة تم ضربه وتم تعذيبه وتم إعاناته لمدة 48 ساعة ورأى عدد تجير من الشباب أيضا من شباب الثورة موجبين في هذا المعسكر الذي أخذوه إليه في مدينة نصر وفي اليوم التالي أركبوه عربية سيارة وإجرة في اليوم التالي ما يكن أركبوه سيارة وإجرة معكوب العينين وقالوا للسواد قدوا في حتة جانبية ورميه على الطريق وأحضر بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى لا يستطيع أن يدخل الميدان وأحضر الموبايل الخاص به ده الكلام ده حصل قبل ما يتم الأبض عليه ومحاكمته عسكرية يوم أربعة فضرائر ويوم خمسة فضرائر تمام وبعدين يوم تنحى الراية أيوة بعد ما تنحى الرايس تخيل مايكل أن مصر استردت حريتها وأن الفساد امتهى وأنه بعض المنظمات الحقوقية نصحوه لأن يتقدم ببلاغ للسيد النائب العام لكي يحقق في واقعة عبرية خطفه وتعذيبه بمقر المخابرات العسكرية فتقدم مايكل يوم 22 ثلاثة ببلاغ للسيد النائب العام طبع منه التحقيق في واقعة التعرض عليه واعتقاله وتعذيبه ومدلا من قيام النائب السيد النائب العام للتحقيق في الواقعة صدر قرار من المخابرات العسكرية يوم 25 ثلاثة بمراقبة المدونة والفيسبوك الخاصة المدونة والفيسبوك لو ممكن برضو زميلنا يعرضوا لنا كده مكتطفات منها يعني هو كان رايح يعني هو اللي راح عمل بلاغ للنائب العام على الأحداث اللي حصلت لـ 4 و 5 فبراير ونتج عنها تمام وتم القبض عليه نائب العام يستدعيهم للتحقيق هم أول ما أعرفوا ما هو يشتكام للنائب العام يستدعوا قرار أنهم هم يرفض المدونة والموقع بتاعه تمام فليجوا المقال ده تاخدوا حجة ويوم 28 ثلاثة راحوا قبض عليه بالمنزلة وهو في منزلة تمام يوم 25 ثلاثة يوم 28 ثلاثة 28 ثلاثة حضرتك النهاردة بتوجه نداء لمين برضو أستاذ نبيل لأن حضرتك يعني شايف إيه اللي بيحصل دلوقتي والغاية دلوقتي هو محبوس وعايز تقول إيه يعني توجه النداء للمين من المسؤولين دلوقتي مايكل خلف ثلاث سنين ثلاث سنين مع الشغل وهو حاليا مسجون في سيد المرج مايكل يعاني من اضطرابات في القلب وأن حالة الصحية لا تتمح وأن الظروف المعاشية في السيد طبعا صعبة جدا وخاطر على حالة الصحية طلبت أكثر من مرة بعرضه على المفتاشفة واللي عمل في حوص طبية لأنه يعاني من اضطرابات في القلب ولكن دون جدوى وأنه مايكل يعاني في السجن أيضا أنه الزيارات للمسجنين في السجن هناك كلها أربعة زيارات في الشهر مايكل الوحيد اللي هو عبدالله الزيارة مرتين في الشهر كانت أربعة وثم تقصيدها إلى أثنين فقالنا إيه السبب جالوا من جار السبب تعليمات يقالنا تعليمات طي ومايكل بيتم التفكيش عليه في السجن لأنه الأكل بتاع السجن بيحطوا فيه بهداءات وده بيأثر على القلب بتاعه ومايكلش من أكل السجن بنوديله أكل لحمة كل جبعين في الزيارة بيتم تفكيش عليه ويتم إثلاف الأكل الخاص به تم طب تم الطعم على الحكم الصدر من المحكمة العسكرية عن طريق الأستاذ جياد الفرعي رئيس المكتب المصد المحام والأستاذ ماجد حام وتم الطعم على الحكم وتم تسليم للطعم يوم 4-7 وحتى تاريخه لن يتم تحديد لنا جلسة لنظر الطعم على الحكم لغاية النهاردة حضرتك ما فيش أي معاد للطعن للنظر في الطعن ده لا هم على بيمطل وعشان يسلم الطعم عذب المحامين علشان يسلم الطعم الورق اللي هو مضى عليها الاختار بالزدد الحكم جعل اتشار كامل يقول ما وصلتش المحكمة العسكرية ولازم عشان نفسي من الطعم لازم الورق الاختار دي يكون وصل جعل من إدارة السجول للمحكمة العسكرية في نقص المدينة وصل جعل شهر كامل معلش انت بدأت تطعن في انه ثانية واحدة وستاذ نبيل دلوقتي كان اخر قرار قالوه بالنسبة لمحاكمات العسكرية انها تكون محاكمات بس للبلطاجية واللي هيكون مستكين سلاح ابيض او هي القرارات الاخيرة بعد الثورات والمطالبات الكثيرة بان ما يتم مش محاكمة المدنيين عسكريا هل انتوا بردو بتديتوا تنسعوا في المساعي دي في الوقت دا ولا لا تقدمت بالانتماس لوزارة الدفاع وتقدمت بالانتماس ارسلت عن طريق البريد وتوجعت ايضا لوزارة الدفاع وتقدمت ايضا بالانتماس للسيد المشير لانه مايكل لا حرامي ولا بلطاجي ولا فعل شيء انه المقال اللي مكتوب اللي هو حكمه عليه فيه اكثر مقال مكتوبين عن ناس من الافراد اخرين ولا ما يتم محاكماتهم ولا ما يتم تحويلهم المحكمة العسكرية مثل مايكل واعتقد في ظل الاوضاع الاخيرة دي برضو كان فيه حتى ناس كتير وقفين في الشوارع بتهتف ضد المجلس وضد المشيء يعني المفترض انه دلوقتي الكل يعمل بالعدل زي ما هو مايكل دلوقتي كان محاكمته عسكريا علشان كان في المدونة بتاعته جمع شوية اخبار وحاجات كانت انتهاكات للشرطة في الجيش وبدأ يتكلم عن ان الشعب والجيش مش ايد واحدة اعتقد في ناس كتير اليومين دول دي يمكن تكون حجة قوية واستاذ نبيل ان انتوا تبتدوا دلوقتي تعملوا مساعي كبيرة جدا انه هل هتقبضوا على كل الناس اللي كانوا وقفين في الشوارع الفترة اللي فاتت هل اللي بيحصل دلوقتي برضو من ندقات وهتفات وحاجات كتير برضو على النت زي ما حضرتك بتقول هل كل دول هيتم القبض عليهم وحاكمتهم عسكريا زي نبيل سند زي مايكل مش عارف انا مش شايف فيه عدل في البلد ومش شايف يعني ليه مايكل ليه مايكل اتحكم وفي ناس كتيرين كتبوا على الانترنت وكتبوا مقناة اكثر اكثر انتقادا لنجلس العسكري من مايكل نبيل سند ومايكل الوحيد هو اللي اتحبث ومحدش تاني اتحبث نمر واحد نمر اتنين انه مش معجول انه شباب الثورة يتحكموا امام محاكم عسكريا ده راجل دكتور بيسر وبيدرس دراسات عالية في القانون وراجل مدني ومن شباب الثورة ليه يتحكم محاكم عسكريا واللي فتل والمتظاهرين واللي فاتخربوا البلد واللي عملوا الانفلاق الامني ليه حاكمات مدنية ليه مايكل 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 هم لو عايزين يحكموه هو مفروض مايكل مايكل حرية الرعي وحرية الفكر مكسورة فتلا للقانون والدكتور وموافق الدولية وهم محاكمين هذا كويس ليه يعني مايكل يتحكم محاكمة عسكريا والناس اللي هما خربوا البلد وقتلوا المتظاهرين قتلوا بالألاف يتحكموا محاكمات مدرية أنا مش عارف هل هذا من العدل هل هذا محاكمين وهم من العدل ولا الظلم عموما احنا اعتقد صوت حضرتك وصل للمسؤولين ايضا واعتقد انه اللي بيقفوا في المليونيات المليونيات اللي كل شوية والتانية واكسرية الحاجات الندقات اللي كانت الشعورات فعلا من شباب الثورة من كل ائتلافات الثورة لا لمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية وحرية الرأي مكفولة للجميع وكسرين قالوا المجلس العسكري هو الحاكم في هذه الايام يجب ان يقبل النقد فاعتقد باذن ربنا يعني ان احنا يعني نفسنا انه فعلا يصدر قرار بالافراج عن مايكل نبيل سند زي ما صدرت قرارات برضو مشابهة في الفترة الاخيرة ونتمنى ان المجلس العسكري نقدر نقول يعني يفاجئنا بمفاجأة زي كده وهتكون اكيد مفاجأة سعيدة بنشكرك جدا استاذ نبيل والصوت حضرتك وصل ويمكن بنقول دي اصوات كثيرة بتاع له هذه الايام ونداءات كثيرة اعتقد ان كل ده موجه للمجلس العسكري نتمنى انه طبعا كل ده ينظر ليه بعين الرقفة والحكمة وايضا بالعين الجديدة بعد الثورة معانا كمان استاذ إبرام لويس وهيكلمنا عن الرابطة الجديدة اللي عملها بالنسبة للاختفاء القصري للقطيات بنرحب بحضرتك أستاذ برام لويس أهلا بحضرتك بك أهلا بك أستاذ برام أنا عارفة انتو بتعملوا مساعي كثيرة جدا هذه الايام علشان موضوع الفتيات الابطياط اللي احنا كل يوم والتاني بنسمع عن اختفاء وخليني يعني حضرتك تقول لنا التفاصيل اكتر بالنسبة للامور اللي انتو بتسعوا ليها دلوقتي احنا رابطة ضحايا المختفاص الاستفاء القصري من سنة ومصر تقريبا قلنا ان لازم تبقى فيها مختفاص انها تدفع عن الفتيات المختفاص او المختفيات بالبات بنجهز في محمود ينضموا الرابطة معذرة كيف ان المحمود نضموا سالم اعملنا اجتماع كان يوم ثلاثة ثمانية تمام نشوف خطة العمل اللي احنا نتحظ بها في الفترة اللي جاية لانا في مطلبين السلسينين لازم نطلق بهم المطلب الاول هو قاعدت بالفترة موحد الشهد اللي تم انقعها في سلسين واربعة بقرار من حبيب العد ومطلب ثاني هو رفع ثاني الرغب في التغيير لانا لآخر بدل ما تبقى 18 سنة طب معلش طلبات بالنسبة هو دلوقتي لو ممكن زميل برضو يورونا الصفحة الربطة بتاعتكو على الفيسبوك يبقى كويس لكن أنا بس عايز أعرف دلوقتي أستاذ برام حضرتك بتطلب مين بموضوع عودة جلسات النصح والإرشاد ديني مرواحد يعني هنا الطلب ده هتودول مين الطلب احنا بالطلب ده داخل يعني في قانون في المفتو 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 أنها تتطبق هو الغهب قرار عايز أقول أنه قرار مش كان شافهي الكلام كله كان بيقال أنه قرار أنه تلغ جلسات النصح والإرشاد كان قرار شافهي سنة 2004 أعتقد في وقت القضية المعروفة كانت بتاعة وفاق كستانتيني تمام وكان شافهي ما كانش حتى مكتوب في قانون في 30 نصح وفاق من 1860 يعني من حوالي 142 سنة 142 سنة طيب كانت وكانت معروفة أنه كانت كانت وكانت موجودة في مدينة العالمة بحضور كاهن وشيخ وشيخ الحبي اللي عايز يغير من دين آخر بيتانا مع جلسة وممكن يسمحوا المتهم لو عايز يقعد أكثر من جلسة مع الشخص اللي عايز يغير طيب فيه أراءة بتقول لأستاذ إبرام أن ده قانون أصلا مش محتاج أنه يبقى فيه طلبات يعني ده قانون يجب تفعيله يعني وكونه أنه توقف بطلب شافه بزدر يعني ده قانون المفروض أنه يطبق ويفعل يعني نتمنى طبعا أنه يكون فيه ردود هل حضرتك يعني غير جلسات النصح والإرشاد طلبته كمان أنه يتم يعني زيادة السن اللي هو بيكون السن المقبول بالنسبة أو السن اللي يحصل فيه أسلامة أو كده أو تحول يعني أعتقد حضرتك يعني 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 بذل ما تبقى 18 سنة تبقى 21 سنة شن رضي يعني 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 الدلوات اللي أنا عندي اللي أنا يعني بعجب السورة هو يستاذ بروم حضرتك مش شايف أن في الفترة الأخيرة دي بيطلعوا لنا بنات 16 سنة و 15 سنة و 14 سنة ومش هميمهم أصلا كمان موضوع سن 18 سن نعم نعم والغاية دلوقتي حضرتك متابعهم يستاذ بروم في أي أخبار جديدة عنهم أمتابعهم في أستاذ كرم وفريان المحاوم يستاذ المحاوم المتابعة ودولا المحاومين ونضموا معنا في الرقصة يعني هم زي ما هم دلوقتي نانسي وكريستين موجودين في دور الرعاية ده أو في دور الرعاية وما فيش أي جديد خالص بالنسبة لهم دلوقتي بالنسبة للرابطة أن احنا اتقسمنا لأربع لجانس الرابطة لجنة كوروانية ومشئلة عنها الشفاء محاومين وفي مجموعة محاومين تانية في لجنة الاجتماعية مختصة برعاية الأهل ومشئلة عنها أنا وبعض الخدام في لجنة الإعلانية حلو جدا الرابعة تمام وانتو كده كان ده عقد أول اجتماعي أستاذ إبرام أنا كنت عايز وانا كان اختيار ومشار القانون من رابطة تمام وإستاذ سعيد كان كتير جاء معنا ومعاه حالات فعلا كتير قوي من حالات الأسلامة وهو أول واحد كان بيتكلم عن أنه عنده أدلة تمام نحن 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 ده اللي قدام المشاهدين دلوقتي أستاذ برامل صفحة بتاعتكو على الفيسبوك وزي ما بنقول برضو عزي المشاهدين انتو لو بس كتبتوا رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القصري على الفيسبوك هتلاقوا الصفحة ممكن تنضموا ليها ممكن تكونوا فعالين أي حد برضو أعتقد من الحقوقيين من المعنيين بهذه المسألة يقدر ينضم للصفحة دي وعايزين فعلا أن الرابطة دي تكبر وتكبر لأن دي فعلا مهمة قوي والمطالب دلوقتي زي ما قال لنا أستاذ برامل ويس دلوقتي طبعا مطالب كلها واقعية على أولها طبعا عودة جلسات النصح والإرشاد ارتفاع السن بالنسبة للأسلامة من 18 إلى 22 علشان فعلا يكون ده سن نضج وسن يعني نقدر نقول فيه الشخص عارف أنه هو يختار كويس أو الاختيار اللي هو هيختاره عن إدراك وفهم وطبعا اللي جان دلوقتي قانونية اجتماعية علامية ومالية برضو أي حد طبعا اعتقد دي دعوة من خلال الأستاذ برامو برنامجنا لأي حد عايز ينضم لمثل هذه يعني نقدر نقول الرابطات واحدة من الرابطات فعلا أو من النشاطات الرائعة بالنسبة لكل يوم والتاني فعلا الحالات اللي احنا بنسمعها دي طبعا هل حضرتك تحب تضيف حاجة تاني أستاذ برامو حضرتك أنا كنت أزاف فعلا الأستاذ ساقون أسمي لأنه عرض علينا أن إحنا يفعجنا في إنشاء جماعية مشهرة وفي الآن احنا بنشكر عن التقوى عن جه وإحنا نجدهز أن تبقى في جماعية مشهرة بالإجراء بالرابطة بالفترة اللي جاية طبعا بدا حلو جدا أخبار جميلة احنا بنشكره برضو مع حضراتكم وزي ما احنا بنقول دلوقتي دعوة لأي حد عن طريق أنه الصفحة دي صفحة الفيسبوك يقدر ينضم وإن شاء الله يعني الرابطة تكبر وتكون يعني نقدر نقول تؤدي أهدافها فعلا المرجوة يا أستاذ برام بإذن الله بنشكر حضرتك جدا وأعتقد أن دي طبعا عزيزي المشاهدين من الحاجات الجميلة فأنا نتمنى أن احنا هنتبعها برضو مع أستاذ برام والحقيقة احنا بنشكره لأنه فعلا برضو لما بيكون في أي حالة بتحصل اختفاء أو حاجة بيمدنا على طول بالمعلومات وبنتمنى بنصلي دائما أنه تعود طبعا كل الفتيات المختفيات اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة لغاية دلوقتي وكل الناس اللي كانوا عرضوا فيديوهاتهم والكلام ده كله ربنا يمد إيده طبعا ويرجعهم لبيوتهم والحضن الكنيسة مش عارف إذا كان في أي تلفونات لكن احنا برضو يمكن زي ما بنقول من الأحداث اللي قلنا هنتبعها في الحقيقة حاجة كانت الحياة تكلموا عنها كتير قوي أنه في ثورة دلوقتي في إسرائيل بيطالبوا برحيل نتنياهو والثورة دي الحقيقة واخدين نفس الشكل بتاع الثورة المصرية بتتراوح ما بين يعني 300 ألف إلى 500 ألف مواطن في كذا يعني مكان في إسرائيل اللي كان لفت للنظر أنه هما بيقولوا لفتات حتى اللي كانت مكتوبة كانت مكتوبة بالعربي أنه هما بيحاولوا أنه هما يحزوا حزوا مصر في الثورة المصرية وأعتقد دي نقطة طبعا يعني إحنا بغض النظر عن مين هما بيطالبوا بإيه لكن ده بيؤكد أن الثورة المصرية كان لها صادة في كل حتة حتى في إسرائيل أنا معرفش لو كان كان في مقاطع فيديو بتوضح لنا اليافطات والحاجات اللي زي كده ويمكن زي ما انتوا شايفين هنا بعض الصور أهي الشعب يريد إسقاط نتنياهو وفي كلام هتلاقوا كلام كتير قوي مكتوب بالعربي يافطات أيضا باللغة الإنجليزية بتقول أن احنا عايزين نمشي زي الثورة المصرية بالضبط ونكبر ثورتنا تكبر وتحقق هدفها من ناحية أنه زي الثورة المصرية ده كان خبر زي بقول لحضراتكم من الأخبار اللي هي بالنسبة للموضوع ده في دعوات للمليونيات عندنا دعوتين طبعا مليونية ويمكن اختلفوا عليها ناس كتير اللي هي أخيرا سموها مليونية في حب مصر كانت الدعوة في الأول أنها مليونية مدنية ليوم الجمعة اللي جاية 12 أغسطس كتير قوي طلبوا أن المليونية دي تكون لها مسيرة في ناس كانوا بيقولوا هنروح غير مدن التحرير في ناس قالوا لا هنروح مدن التحرير في ناس قالوا هنشترك في ناس قالوا مش هنشترك في النهاية طبعا هذه الدعوة لهذه المليونية بدأت على صفحات كتيرة اتحاد شباب ما سبيرو أعلن أن هو هيشارك رابطة عفوا اللي هي في مجموعة أخرى من المجموعات من النشطاء الأقباط أيضا قالوا أن هيشاركوا لحركة أقباط بلا قيود في كتير قوي قالوا أن هم هيشاركوا والدعوة باختصار شديد جدا واخدى شعارات الحقيقة أحب برضو أن أقول لحضراتكم بعد هذه الشعارات ويمكن دي متدولة دلوقتي يعني على الفيسبوك أيضا هذه الدعوة من أول الشعارات يعني يمكن نقول اللي واخدى يعني استجابة كبيرة جدا دي الصورة حضراتكم بالنسبة للدعوة الموجودة على الفيسبوك بالنسبة للمليونية وأنها تكون فيه مسيرة من التحرير بيقولوا مدنية في حب مصر بيدعو لها كتير جدا أن المليونية دي تكون مليونية الدولة المدنية وأنها تكون في حب مصر وبيقولوا أن احنا عايزين نكون كلنا واحد إيد واحدة علشان خاطر نأكد على مدنية الدولة المصرية بتصار في الفترة الأخيرة الديمقراطية ليست قانون الأغلبية بل حماية الأقلية الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون حرا ودي المقولة الشهيرة نيلسون ماندلا الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون حرا وأيضا المقولة برضو الجميلة دي بتاعة ألبرت كامس اللي بتقول الديمقراطية ليست قانون الأغلبية بل حماية الأقلية ودي كلها يمكن الشعارات اللي واخدينها علشان دعوة المليونية زي ما انتو لو دخلتوا برضو على الفيسبوك هتلاقوا لها دعوات كتيرة جدا هم دعيين للمسيرة أنها تكون من الساعة 4 ونص من عند دوران شوبرا على أساس أن فيه أقباط كتير هيكونوا مشاركين وأنهم على بال الإفطار ولسه الحقيقة لغاية دلوقتي يمكن بنقول هل هتبقى في مدان التحرير ولا اللي حصل في مدان التحرير وقت الإفطار هيخلي الناس تتراجع لكن لسه الحقيقة محدش عارف لأنه كان فيه كلام كتير قوي بيقول أن مدان التحرير دلوقتي خط أحمر وفيه عربات أمن كثيرة جدا وفيه أمن مركزي بكميات رهيبة علشان مش عايزين حد يجي ناحية مدان التحرير هيروحوا مدان التحرير ولا لأ بيفكروا في حتة تاني إيه اللي هيحصل قدينا مراقبين التطورات وهنشوف برضو إيه اللي هيحصل فيه كمان دعوة لوقفة عندنا هنا في كاليفورنيا هذه الوقفة دعا ليها مؤسسة اسمها جزور هذه أو يعني دي زي بنقول برضو جمعية كبيرة يعني جديدة أنشئت علشان أقباط المهجر وبدأت فعلياتها بالفعل ونشاطاتها موجودة على الفيسبوك أيضا وهم بيقدموا دعوة لأنه يكون فيه مليونية أو مش مليونية وقفة رمزية هما نفسهم إن أعداد تبقى كبيرة وبيدعوا ليها دلوقتي بيقولوا وقفة رمزية للمطالبة أيضا بالدولة المدنية مش عيب إننا نخاف العيب إننا نستسلم للخوف كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا كل اللي نعمله إننا نراقب الموقف ده من أيضا الدعوة اللي موجودة ليهم على الصفقة على أيضا دعوة من الفيسبوك موجودة حضراتكم تقدروا تشوفوها بيقولوا إيه كمان يقولوا مصر مش هتبقى مدنية بالتمني لكن مصر هتبقى مدنية لما كل واحد فينا يتحرك ربنا عاوزنا نشتغل مع بعض هنعمل اللي علينا وربنا عليه النتائج فبيقول مع بعض هنكون أقوى والحقيقة أنه المسؤول أيضا بقوة يعني من ضمن الناس المتواجدين في هذه الرابطة الأستاذ إليا مقاور لقاءنا بيقول هيكون يوم السبت 13 أغسطس عند السفارة المصرية بلوس أنجلس من الساعة 12 زهرا للساعة 3 عصرا دي دعوة أتمنى طبعا أن يكون فيها ليها استجابات هم بيطالبوا بحاجتين نمر واحد أن هم عايزين يتكتفوا مع المليونية اللي هتحصل يوم 12 في مصر ويوم الجمعة فهتكون الوقفة دي يوم السبت قدام السفارة المصرية من الساعة 12 زهرا للساعة 3 عصرا الحاجة الثانية أن هم بيطالبوا بحاجة مهمة جدا وإحنا كنا من وقت للتاني بنعلن عن أنه البطاقات البطاقة القومية بطاقة الرقم القومي علشان نعملها في السفارات كلها في مصر علشان يكون هناك حق للمهاجر وللمواطن المصري اللي عايش في أي بلد أن يكون ليه رأي وليه صوت في الانتخابات اللي جاية فده برضو من ضمن المطالب الرئيسية اللي هيطلبوا بيها في هذه الوقفة يعني عايزين مصر مدنية؟ عايزين حقوق المهاجرين كلهم سواء كانوا في أمريكا أو في أي حتة على مستوى العالم أن هما يكون ليهم رأي وتبتدي المعوقات أن استخراج الرقم بطاقة والحاجات دي كلها تستخرج ليهم بسرعة علشان خاطر يكون ليهم صوت بالنسبة للفوت من المجهودات برضو اللي عملها الحقيقة الأستاذ جيكوب ماهر والحقيقة يعني فيديو جميل عن أقباط المهجر حب أن حضراتكم تشوفوه ده تجميعه وأيضا جاي يعني صادر عن حركة جزور نتمنى نشوفه مع بعض دلوقتي وهنقرر الدعوة هفكر حضراتكم تاني برضو بالمواعيد دي كلها في نهاية حلقتنا نشوفه مع بعض أقفات المهجر عدو خيالي خلق الإعلام في مصر فيه اتهام لهم أن هم بيستعدوا الدول الأجنبية على مصر أو بيستقوا بالخارج أن هم بيحرضوا أو لهم دور تحريدي يعني عند مجموعة من الأقباط هنا أن هم يستعدوا زي ما بقول الدول الغربية اتهمون بالخيانة اتهمون بالعمالة اتهمون بإثارة الفتنة لأنهم مش عاوزين يشوفوا الحقيقة أن الخين هو اللي بيقتل شركاء الوطن بس علشان دينهم مختلف العميل هو اللي بيتهم أياني خالدية وإيديه هو اللي منطخة بدن الأقباط مثير الفتنة هو اللي لسه بيتفاوض على مساحة المواطنة اللي هيتكرم وينح للأقباط الخين هو اللي بيقف يتفرج والمتطرفين بيستحلوا دمي وعرضي وقرضي مثير الفتنة هو اللي عاوز يعامل الأقباط كأهل ذمة مش كمواطنين على قدم المساواة العميل هو اللي بيقول بقاله شهور أنه لسه بدور على الجناة في أحداث كنيسة عطيح وكنيسة إمبابا مع أنه الجناة مصورين نفسهم بالفيديو يعني بأش رجالة لما أولعنا كلايسة اللي في مبابا صح بأش رجالة لما أولعنا كلايسة اللي في مبابا بيكفئنا التحريق ولم يكفئنا هذا المكان بل أقسم بالله إن لم تحل قطعا لنا اتتغلنا إلى الأكيرة لذكراتها بيها أقباط المهجر مش مهجر أطفض أي مكيفة ولا ناس سابوا مصر ونسيوها أقباط المهجر هم عني وخويا وخالي وصحر أقباط المهجر جيل وراجيل مصر عيش في قلوبه لحظة لحظة هذا هو ونسينا هنا لنا وضحة لكوطة وعباط ascolية لحظة جاية لحظة جاية مثل الواحدات والحظة شهيد وراجيل ماذا أفعله lok ما تقومي بخير مالك سعر هل أصنعي يا ربي؟ هل أصدر يا مبي؟ أنه لذلك ل confirming هل تتطلبي سيأغربيت أنت تغيرت أسرعي أسرعي وقد قمت بذلك كل شيء حتى أين؟ أخبرني حتى أين ستعودك في أسرعي في أسرعييييييييييييييييييييييييييي يعن Blair أولادك أعرفنا يحقق السبب سأعرف أولادك سأجعلنا نحب مصر أكثر وأكثر سأجعلنا نمت دي أدينا للمصريين الوطنيين بجد ونقول لهم احنا معاكم في كفاحكم علشان مصر وطن الجميع هنحبه ونخلص للبلاد اللي ضمتنا وعملتنا من غير تمييز من غير ما ننسى حبنا الوطننا وارضنا وبزرنا اقباط المعنى عين صهران على مصر تحiter الضحيد كل مساعدة كل مساعدة كل مساعدة كل مساعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حدوتة مصرية حدوتة مصرية عشان كده في كل المصريين في كل العالم زي ما شفنا من الفيديو احنا بنشكرهم جدا على المجهود الرائع ده وبجد فيديو جميل انه فعلا بيأكدوا ان المصريين عايز اقول برضو مش القباط بس المصريين كلهم في كل حتة في العالم قد ايه لهم جزور مصرية حميمة جدا ومهتمين ومعنيين بالحال المصري كله عشان كده الدعوة دي بتاعة المليونية او حما نفسهم يبقى مليونية عشان داعين كل المصريين الوقفة قدام استفارة المصرية يوم السبت ان شاء الله من الساعة 12 ظهرا للساعة 3 عصرا في حب مصر ايضا وهتبقى تاني يوم بعد المليونية بتاعة يوم 12 اغسطس علشان عايزين مصر مدنية وعشان حق كل مصري في اي حتة في العالم انه هو يدي صوته في الانتخابات القادمة في اخبار جميلة بالنسبة القدسة البابا شنودة الحقيقة انه هناك تكريم رائع لقدسة البابا شنودة واختير البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بوترارك الكرازة المركوسية انه هو ياخد للفوز بجائزة اوغوسبارج الالمانية للسلام هذا العام وقال عمدة مدينة اوغوسبارج الوقعة في ولاد بيفيريا بجنوب المانيا اليوم الاثنين ان لجنة اختيار الفائزين اختارت البابا شنودة بالنظر الى تأثيره كشخصية تعمل على بناء جسور التواصل بين التواقف المسيحية وبين المسيحيين والمسلمين في وطنه مصر ومن المقرر انها تسليم الجائزة التي تقدر قيمتها المالية ب 12500 يورو في 29 اكتوبر المقبل في الصالة الزهبية بمبلة بلدية المدينة الف مبروك لقداسة البابا شنودة وقداسة البابا شنودة كمان في دعوات كتير دلوقتي على الفيسبوك انه مش بس ياخد جائزة الجائزة الالمانية دي لكن كمان انهم نفسهم انه ياخد جائزة نوبل للسلام يعني عمرا مديدا قداسة البابا وبنهني قداسة البابا والشعب كله بحلول طبعا صوم القديسة العدرة مريم ويا رب يكون فعلا صوم هدفه السلام والمحبة في كل الوطن العربي وبين كل المصريين جميعا برضو كان في زيارات لقداسة البابا شنودة النهاردة زيارات هامة جدا الحقيقة قام سفير مصر بسوريا بزيارة قداسة البابا شنودة وايضا كان الحقيقة ده نوع من انواع التدعيم ما بين الكنيسة هناك في سوريا والكنيسة المصرية كمان فيه اعتقد سفير السعودية في مصر قام ايضا بزيارة قداسة البابا وكان برضو من ضمن الحاجات اللي كان بيؤكد عليها في هذه الزيارة انه كان بيحاول يعني بيحاول يأكد لقداسة البابا انه ما فيش اي تمويل سعودي وانه ما فيش اي دعوات سعودية بيدعو ليها ان تكون مصر زي الدعوة اللي كانت يوم الجمعة اللي فاتت او الجمعة اللي منقول قبل اللي فاتت بالنسبة الجمعة الاسلامية والكلام ده كله وكان بيحاول بهذه الزيارة انه يؤكد على انه هناك تقدير ايضا لشخص قداسة البابا شنودة وايضا تقدير لكل المسيحيين الاقباط الموجودين في مصر دي كان برضو من ضمن الزيارات القوية النهاردة اللي حصلت بالنسبة لمصرنا الحبيبة احنا معلش معدنا النهاردة هنخلص بدري مش زي كل مرة علشان ان شاء الله يكون معاكم نشر على الهواء النهاردة مباشرة ويعني قدرنا برضو ان احنا نحاول نحاول ان احنا نقول كل الاخبار بالنسبة للامور لكن انا عارفة ان تقريبا معنا فيفيان وفيفيان من كندا انا حبيت برضو ان تختم معانا النهاردة الحلقة بتاعتنا علشان بالصلاة معرفش يا معانا ولا لسه فيفيان اهلا بيكي ازايك اخت فيفيان اتفضل هقول حاجة بسرعة بالنسبة حتى دلوقتي قدامنا ثلاث دقائق بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل في امريكا دلوقتي فيه رواة كتير قالوا ان ربنا قال لهم ان المشاكل دي جاي على امريكا وان ربنا هينقذ اللي بيصلي فزي ما بيحصل في امريكا زي ما بيحصل في مصر زي ما بيحصل في كل مكان في العالم اللي هيصلي ربنا هينقذيك ده بس اللي عايزة اقول نبدأ في صلاة وكل اللي عايزين بس في دقيقة واحدة لان فعلا دلوقتي قالوا لي مش تلاتة احنا دلوقتي قدامنا كمان دلوقتي دقيقة واحدة اوكي اوكي كل اللي يتفضل معنا يا جماعة نصلي يا ربي بنشكرك بنشكرك بنعوض من اسمك لانك إله رائع يا ربي بنصلي وعارفين انه صلاتنا بسمعها قدامك لان جايين في شخص ابنك الحبيب السيد المسيح بنصلي لأجل كل ببنت يا ربي مش عارفين مكانها بنغطيهم بدمك فأي مكان هم موجودين فيه بنطلب يا ربي راحة ومعونا والسلام ليهم يا ربي وتحط من مجدك يا ربي منهبتك عليهم وعلى مايكل وعلى كل وجرجس وكل المعتقلين بنصلي يا ربي بنحط دمك 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 على عتابنا وعلى كل شخص دعي عليه اسمك وعلى كل مكان دعي عليه اسمك في مصر نتكلم سلام وبركة ومعونا وخير لكل شعب مصر مبارك شعب مصر ومنتكلم خراب على مشهورة كل الأشرار في مصر انت قادر نتأسلمهم انت قادر انه القادر انت واحدك اللي قادر ان اللي فالك يا ربي بكبرياء انت قادر انك تزله يا ربي وتعمل انت سلام وخير وبركة لشعب مصر في اسم الرب يا سوالك لخاطر جميع مصاف قدسيك وشهدائك أولهم السيطة العذرة كن معنا يا رب بنشكرك لاستجابتك لسلاطنا يا ربي دايما أمين بنشكرك جدا أستاذة بيفيان ونقول خير ختام فعلا نحن نختم حلقتنا بالصلة وزي ما قلنا بندعو الكل للصلة من أجل كل الأحداث اللي بتحصل في مصر اليومين اللي فات والأحداث اللي جاية كلها ويعني واسقينا ربنا هو اللي ييد وورا كل هذه الأحداث ودايما زي ما بنقول بنحاول ان احنا نعرض كل الأخبار لكن بنحاول نعرض لحضراتكم برضو على حسب وقتنا أهم أخبار انتظرونا وحلقتنا هتكون معدنا ان شاء الله في يوم الأربع القادم بإذن الله في معدنا هيكون الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة استنيت عشر زهرا بتوقيت كاليفورنيا تلات عصرا بتوقيت نيويورك وكندا انتظرونا وكل ما هو جديد وما وراء الأحداث ترجمة نانسي قنقر